اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة ايها سادة نمة الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة واذاعة القاهرة الكبرى الى موجاتنا موجات البرنامج العام وذلك للانتقار الى اذاعة خارجية لنقل صلاة الفكر من نسجة الهيئة الوطنية للاعلام الميكروفون ينتقل الان الى الزميل مسعد الجهدي الحمد لله الذي يعز من أطاعه واتقاه ويذل من أعرض عنه وعصاه لا مبدي لما أخفاه ولا مخفي لما أبداه وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه هو خالق الخلق ومبتديه ورازقه وكفيه ومسعده ومشقيه من أقبل عليه أقبل عليه ومن أعرض عنه فتح له منافذ العود إليه يا خالق الخلق أنت الواحد الأحد أنت العظيم وأنت الفرد والصمد أنت العظيم وأنت الله خالقنا وللخلق منك العون والمدد فاقبل بفضلك يا رحمن توبتنا واغفر لنا يوم لا مال ولا ولد سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الظهر والندى سل الليل والإصباح والطير شادية سل هذه الأنسام والأرض والسمى سل كل شيء تسمع التوحيد لللسارية ولو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا إلهي كل الوجود يسبح الرحمن ويذوب شوقا في رضا مولانا فانظر إلى الأطيار في جو السماء قد غردت بصباحها ألحانا والشمس تجري في السماء بأمره والبدل يسبح في العلا مزدانا وانظر إلى البحر الخضم طرابه ملحا وعذبا سائغا إحسانا آيات ربك في الوجود عظيمة من غير ربي قادر سوانا تلك البدائع من صنيعة ربنا صبح يجيء منور دنيانا والليل يذهب إن ظرت مودعا تلك الجفون تبسما وحنانا يا مبدع الأكوان في عليائه فاضت يمينك رحمة وبيانا أنت القدير وأنت رب للورى من ذا سواك بعطفه يرشانا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عننا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عننا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عننا وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة كل من على وجه الثرى لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير فالرحمة المهدات جاء مبشرة ولأكرم الأديان قام فأنذرة ولأحسن الأخلاق جاء متممة يدعو لأحسنها ويمحو المنكرة صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرة صلى عليه الله في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأبرة صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وتليمان والإسلام نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة ونحيا معكم نفحات هذا الفجر الطيب المبارك ونحن نعيش نفحات العشر الأواخر من رمضان أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيها من عتقائه من النار وأن يبلغنا ليلة القدر اللهم لا تحرمنا فيها الأجر يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين أخوة الإيمان والإسلام وما أجمل أن نبدأ بالقرآن فتلاوته روح وريحان به تسم القلوب بعزة الرحمن تلاوته تدع الفؤاد مطمئن رحباً بسيطة ثابت الأركان إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله ويعيد رشد التائه الحيران إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤل ويمد قلبك طاقة وتفاني إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها لتعيش حياة النور والإيمان معاً ومع صورة الحجرات إنها صورة الآداب أدب التعامل مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب التعامل مع الفاسق والتثبت من الأخبار أدب النهي عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب النهي عن سوء الظن والتجسس والغيبة وتذكير الناس بأصلهم وأن التقوى أساس التفاضل بينهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقى منا دواء ولذنوبنا ممحصة ومن النار مخلصة من أول سورة الحجرات إلى الآية الثالثة عشرة من نفس السورة الكريمة نبقى مع القارئ الشيخ جمعة مختار حامل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا تقدموا بين يبعي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا تقدموا بين يبعي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا أقوله بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يرضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للسفوة لهم نغفوة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجوات أكثرهم إنهم لا يعقلون ولو أنهم صبعوا حتى تخرج إليهم حتى تخرج إليهم لكان خيرا له وأنهم صبعوا حتى تخرج إلينا والله الرافع والله الرافع والله الرافع رقين يا أيها الذين آمنوا إل جاهفوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ستصبحوا على ما فعلكم ناظمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلمتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والكسوق وكره إليكم الكفر والكسوق والعسيات أولئك هم راشدون تقلم من الله ونعم والله عليم حكيم والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين وإن قتخلوا فأصلحوا بينهما وإن قتخلوا فأصلحوا بينهما أطراقهم فتقاتلوا التي تبعي حتى تبيع إلى أمر الله سَإِنْ فَأَكْتَ أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا سَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَلِلِ وَأَخْشِفُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُكُسِطِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُكُسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ سَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى حتى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى حتى أن يكون خيرا منهم حتى أن يكون قوم عسى حتى أن يكون قوم عسى ولا تلمدوا أنفسكم ولا تنابذوا بالأنقاب بئس الاسم الكسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَامَنُوا جِتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الرَّوَنْ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّئِثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَدْ دَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَخَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَقْمَ أَخِيهِ مَيْتًا أَنْ فَكَرِهْتُمُونَ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ أَنْ مِنْ ذَكَرِهُ وَهُلْتَةُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم وجعلناكم شربا وقبائر لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 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 إن الله عليم خبير صدق الله العظيم الفاتحة طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضيئا كالنجوم تألقا الله أكبر يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرقل وارتقى وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فبه الفؤاد تعلقا اللهم اشرح بالقرآن صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري واقضي مآربي وأجر به جسدي من النيران اخطب به وزري وأخلص نيتي طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعلي به مكاني واقطع به طمعي وشرف همتي أكثر به ورعي وادخني به دار الجنان اللهم إننا نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم شفيعا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم استفتحنا لقاء الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة لهذه تلاوة القرآنية المباركة من سورة الحجرات تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد من فعل الرساق قف بالخضوع ونادي إن الكريم يجيب من ناداه واطلب بطاعته رضاه فإنه لم يزل بالجود يعطي طالبين رضاه واسأله مغفرة وفضلا إنه مبسوطتان على الدوام يداه إلهي أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب أنا المضطر أرجو منك عفو ومن يرجو رضاك فلن يخيب فيا مولاي جذ بالعفو وارحم عبيداً لم يزل يشك الذنوب وسامح حفوتي وأجب دعائي فإنك لم تزل أبداً مجيباً اللهم يا من لا تضيق بالوافدين ساحته ولا بالمذنبين رحمته ولا بالسائلين نعمته نسألك ربنا وقد تقطعت بنا الأسباب إلا إليك وانقطع الرجاء إلا منك نسألك أن تفتح لنا من أبواب رحمتك وأن تنشر علينا من فيض حكمتك وأن تجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا وما ذلك عليك بعزيز يا أرحم الراحمين إله هذا حالنا لا يقفى عليك هذا ضعفنا ظاهر بين يديك عاملنا بالفضل والإحسان إذ الفضل منك وإليك واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين ونجن اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ما أجمل أن ترفع أكف الضراعة إلى الله في هذه الأوقات الله تبارك وتعالى يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله وجماله يقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من صاحب حاجة فأقضيها له إنه الرحيم الرحمن إنه غفار الذنوب وسطار العيوب فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا إلى مزيد من الدعاء والابتهال وحتى يؤذن رصلاة الفجر والذي يؤذن به في الثالثة وست وثلاثين دقيقة نبقى مع المبتهد الشيخ عصام السيد مجاهد غالي لَا إِلَهَ إِلْ لَمَّا لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ يُحْيِي وَيُمِيتُ يُحْيي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ قَدْ تَجْبِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نغاث إن شاء الله أفوالك وريضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك يا أكرم الأكرمين يا رب اللهم إنك عفو حليم عظيم كريم تحب العفو فعفغن يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أعدل الهادرين اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوبنا وركوبنا وسجودنا وزكاتنا واختن بالباقية الصالحات أعمالنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وأهلك أعداءنا وأهلك أعداءنا ولا تحرمنا أجرها وجعلنا من اعتقائك من النار وجعلنا من المقبولين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا رب سبحان ربي واحد سبحانا يا رب خلق الأنام خلق الأنام وكرم الإنسان وكرم الإنسان في الفؤاد ونعمة وحباب نورا في الفؤاد ونعمة ونعمة وحباب قد أشرقت بالحب في رمضانا أعياد شهر الصوم فاح نسيمها أعياد 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 شهر الصوم فاح نسيمها صلى الله من خير الهدى أهدانا صلى الله من خير الهدى أهدانا يا فتح مكة فيك شمس أشرقت يا فتح مكة فيك شمس أشرقت والفتح نور والفتح نور والفتح نور والفتح نور والفتح نور بالهدى أحيانا وقف النبي وفي يديه قيادة وقف النبي وفي يديه قيادة لم ينفقهم لم يقلت للعربان قال اذهبوا قلقا أنتم فرحات قال اذهبوا قلقا أنتم فرحات هو رحمة هو رحمة يهدي الحياة سأمانا يا فتح مكة يا سعادك أمة ما زال فيها الشر حتى الآن حب النبي مدارس فأسمانه فمحمد فمحمد فمعظى محمد حب النور لا زاد يا نا يا نا وصحابة المختار قد نهل التقى وصحابة المختار قد نهل التقى وصحابة المختار قد نهل التقى من بحر أحمد زين البلدانا فتحوا قلوب الناس بالدين الذين 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 يروي النفوس يروي النفوس بهذه القرآن يا نا يا رب يا رب صل على الحبيب محمد يا رب صل على الحبيب محمد واجعل لنا في الفائزين مكانا يا رب صل على الحبيب محمد واجعل لنا في الفائزين مكانا الصلاة والسلام عليك يا خير من صلى وقعك الصلاة والسلام عليك يا خير من زكى وقام الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين ويا حبيب رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر 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 الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر 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 صلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وضعف اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هكذا إخوة الإيمان أذن الشيخ عصام السيد مجاهد غالي لصلاة الفجر وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة وتلفزيون بمحافظة القاهرة إخوة الإيمان في هذا اليوم الطيب المبارك كان ستح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم قال الناس من آدم وآدم من تراب وتلى قول الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء صلاة وسلام عليك يا صاحب الرحمة العظيمة اللهم ارزقنا شكر هذه النعمة العظيمة وحقق النصر لأمتنا في كل وقت وفي كل مكان إخوة الإيمان يقام الآن لصلاة الفجر ويأمون في هذه الصلاة الشيخة جمعة مختار حامد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضخاء والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنا فأما اليتيم فلا تحر وأما الشائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدد الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصد وإلى ربك فانصد الله أكبر اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا في من هديت وعاتنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عما برحمدك شرنا قضيت اللهم قنا واصرف عما برحمتك شر ما قضيت اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تعفو عنا اللهم اشفنا واش مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشفنا واش مرضانا ومرض المسلمين اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارزقنا ليلة القدر يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ورقوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أمين الله أكبر 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 سؤلي وكل توسلي لك خالقي أني أرافق في الجنال محمدا اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة كان معنى قارئ للقرآن الكريم الشيخ جمع مختار حامد وإماما في الصلاة أيضا وكان معنا مفتهلا الشيخ عصام السيد مجاهد غالي ولكم تحياتي الزملاء من الإذاعة الخارجية مهندس محمد الورداني ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد مصطفى أبو الدهب متحة سعد زغلول راني عبد الباصر ولكم تحياتي الزميل أيضا من أسرة التخطيف الديني محمد حماد عطية وتحياتي مسعد الجهر من أسرة المذعين كل عاما وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته تذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام وذلك بعد أن نقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى يوم الأحد العشرين من شهر رمضان من عام 1442 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق الثاني من شهر مايو من عام 2021 من الميلة